اهلا بكم في ويبنار يوم لاتنين. انا بنظبط الاعداء. انا بنظبط الاعداء. صوت واضح. صوت واضح يا جماعة. قدي اعمل على الصوت ويبعث لي. اهلا بكم جميعا. احنا خلال الويبنارات اللي فاتت على مدار شهر يمكن او اكتر. اعملنا مراجعة قوية جدا للكيميكال بيلنج. اعتقد from A to Z. ان شاء الله احنا برضو اللي هيخبر مؤتمر القادم هيكون فيه زي برضو حاجة مستر كلاس كده للبيلنج بإذن الله. اه خرجنا بقى من البيلنج ونرجع تاني للجلدية شوية. والنهاردة هيكون يوم جلدي بانتياز. اه ده اللي انا بحاول اعمله في الويبنارات من خلال بنشتغل 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 درموسكو بي احيانا. بس هو افضل حاجة في الحقيقة الواحد بيستمتع بيها وهو بيقدمها هو عرض الحالات او الـ CBL او الـ Case Based Learning اللي من خلاله بتقدر تراجع فيه المعلومات الطبية بتاعتك كمان بتقدر تشوف تداخل تداخل الادوات بتاعت الطبيب انه يعني في الحالة دي مثلا بقدر ان انا بالكلينيكال بس شخص لا ممكن استخدر درموسكوبي ممكن اعمل ميكروسكوبي ممكن احتاج pathology وهكذا فمن خلال عرض الحالات بيبقى فيه تجانس لادواتك المهارية في الايادة اللي من خلالها بتوصل للتشخيص وحالات كتير في العرض بنعرض المانجمنت ومتابعتنا بعد المانجمنت او تريتمنت كمان النهاردة هيكون يوم عرض حالات وعرض حالات بشكل مختلف شوية يمكن انا كنت الاسبوع الماضي الجمعة اللي فاتت دي كنت في محابس الكفر الشيخ وكنت مشارك في اعمال المؤتمر بتاع كفر الشيخ درما مؤتمر رائع جدا على فكرة وكان فيه تنظيم جميل وكان فيه مادة علمية جيدة جدا وعملت لهم فكرة عرض حالات مشابه اللي هعمله النهاردة وبدأنا نعمل المين فوكس على الدرموسكو بوقتها وبدأنا من خلال عرض الحالات تتفبت معلومات كثيرة في دماغ الناس ونوصل لهم حاجات مهمة جدا ويبوماين تديها وما تقدش ينسوها أبدا وكده هنبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعوه بإحسان إلى يوم الدين النهاردة هيكون يوم باثولوجي يوم عرض حالات من خلال الباثولوج فيه ناس كتير لمعرفش ليه من غير سبب يعني ما يحبوش الباثولوجي مش فهم ليه يعني الباثولوجي هو طول أكثر من هام في علوم الأمراض الجلدية فهمك ليها وإدراكك ليها هيخليك تفهم أمراض جلدية بشكل جيد على فكرة إحنا مش خبراء درميناتو باثولوجي ولا ندعي معرفة كل شيء ولكن برضو معرفتك بالباثولوجي وأبجدييات الباثولوجي وإنك تمتع عينك كده برؤية الخلايا في أمراض معينة بيخلي في الحياة يعني أنا بعتمد أن ده حاجة مهمة جداً جداً فالنهاردة محضرتنا هتوبها الباثولوجي كويز وأنا عملتها بنظام الـ CPL case best learning طبعاً ده تول مهمة جداً لتوصيل المعلومات والمهارات الاثنين للمتلقي فهنبتدي إن شاء الله الكيسيز بالشكل ده أنا هحط history بسيط جداً جداً وبعدين نبدأ نشوف الـ هنشوف الباثولوجي على طرق وتحاول من خلال الباثولوجي مع المعلومات اللي أنا من الدهالك دي تلينك مع بعض وتجيب الـ تمام كده نبتدي من النهاردة معنا عدد من الحالات نبتدي case number one ده very minimal بس very important history solitary reddish brown bleak on the right side of a five years old kid's neck حتة دي يعني موجود في الـ right side هنا bleak reddish brown طفل خمس سنوات ده كل المعلومات اللي معاه وبعدين نبدأ على الباثولوجي واحدة واحدة خد وقتك في 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 فينك تشوف السلايد وانا هتنقل من الـ high power من اللو power بالمنظر ده من الـ high power بالمنظر ده من الـ high power بالمنظر ده دول تلاتة سلايدز هم هل حد من خلال العرب السريع ده قدر يعرف احنا قدام ايه في ناس هتبدأ تكتب على شات في حد كاتب انه زانسو جرانيلوم ومروة احمد زانسو جرانيلوم كويس جدا وحد قالك ده لاحظت توتون سل طيب بالمنظر اللو power ده كل اللي احنا شايفينه very very busy dermis وممكن تشوف الفاملس الفاملس اللي هو الرغاوي اللي هو حاسس ان الخلايا فضية الخلايا clear cells شوية في dermis مع pleomer يعني واضح ان احنا مش قدام نوع خلاق واحد في حاجات حمرة وفي حاجات زرقة ده بس للناس المتلئة يعني في في pathology لما جينا عملنا بقى high power بالمنظر ده واضح جدا جدا ان احنا قدام اكتر من نوع من الخلايا يعني بص كده لما تيجي تشوف انا هشاور بالاسهم انه ده كده هنا خلايا دي خلايا كبيرة وجواها فهم معايا ها هي كل الخلايا الكبيرة دي كل ده اللي انا بشاور عليه بالاسهم ده كل ده كل دي histiocytes تمام والhistiocytes هنا جواها هوم ده نوع اول من الخلايا انت شايف في نوع تاني اللي هي الخلايا الصغنانة الزرق دي زي دي كده وزي دي كده تمام وزي دول اللي انا بشاور عليهم بالاسهم دول lymphocytes وبعدين في خلية eye catcher عينك تشوفها على طول اللي هي دي خلية تلاقي نيوكليس كده بالود والنيوكليس والخلية نفسها حمرة زينوفيلك اهو المنظر ده هنا برضو اهو متكرر كتير هنا اهو تمام تمام هنا اهو كل ده هنا اهو هنا اهو هنا اهو كل دي زينوفيلز typical خلاص بالود نيوكليس يبقى دي النوع الثالث من الخلايا اللي احنا شايفينه في الديوجرام القدام ده يبقى انا شايف وشايف وشايف وبعدين لما انا قدمت كده واحد شاطر اوي مش فاكر من اه الدكتور ياسمين دكتور ياسمين بتقولك انا اصلا انا شفت اهي توتون typical توتون اهو مش تبكال اوي يعني بس طبعا كل السلايدز دي السلايدز بتاعتنا وبتاعة المرض بتوعنا فاحيانا الكت ما تباش يعني مزبوطة اوي لكن دي توتون سل دي بتبخلية كبيرة جاين سل مليانة نيوكلي معمولة ان اريث لايك كونفيجوريشن وبيبقى السيتو بلازم ان ان سايد بيبقى زينوفيلك وعود سايد بيبقى فومي فومي اللي بيسأل على الكلينيكل ما حضرش اصلا من الاول احنا ما عرضناش كلينيكل اصلا انا عرضت هي ستري بس وقلنا ان ده باثولوجيك الكويز وده محاولة لربط الباثولوجي في دماغ الكويز احنا انا قدام حالة ايه زينسو جرانيولوما وانا سعيد ان في ناس في الحقيقة جاوبة الحالة دي فدي حالة جوفينايل زينسو جرانيولوما الكلينيكل بتاعها بيكون زي ما احنا قلنا بيبقى ممكن يلو ردش ممكن تاند اريثيمتس ممكن شوية يدي على لون راونش احيانا في التاند سكن بيبقى موجود اكتر في الابر ترانك في النك في الفيس ممكن في الشولدرز اروند اي في السكالب كل دي المست الكمنサيت للجوفينايل سنسو تبقى بييجي طبعا في السن الاطفال لكن في حالات بيو بتاب объяс وفي حالات كمان بتاب associated مع نقطر الله الجوفينايل اللوكيمين يعني في بعض الحالات في الزنسو غرانيولوما بتبقى associated مع اللوكيمين بالذات لما يبقى زانسو غرانيولوما في مريض نيوروفايبرماتوزوس يعني الأمارين نيوروفايبرماتوزوس وفي زنزو جرانيولوما الاسوشييشن ده بيرفع ريسك جدا جدا لوجود لا قدر الله الميلي فدي أول كيس وأنا بشكركم عليها ونص شطرة قوي طيب كيس نمبر تو ده الهسترين أنا مش هجيب كلينيكا إلا محدود قوي المعارض محدود صور كلينيكا لدي محدودة شوية وده لغرض لغرض تعليمي أنا بقولك في بيجمنتد فيشيال بليك بيجمنتد فيشيال بليك تقريبا 2x2 سنتيميتر على ده دي كل المعلومات الكلينيكا وبعدين ده الباثولوج أنا في عرض الباثولوجي إيه مش هبق متسرع يعني إيه هقف على كل سلايد حوالي عشر ثواني كده بص كده من لعينك وبعدين هنقل على السلايد من زاوية تانية يعني السلايد ده هنا من زاوية دي كده مهم خلي بالك إن ده ارتفاكت ده مش سبيسز ده لايتنينج افكت ده ارتفاكت ليه هيبان في السلايد اللي بعده أنا مش هقول بقى إيه اللي موجود يعني لو عين الناس تبدأ تجيب يعني بص على الدرمس كويس وبص على الإبدرمس لما تيجي تعمل بنبص من فوق لتحت شوف الدرمس هنا بتاعه يعني بعدين هنا بقى إيه أتروفايد أو صغير وبعدين هنا بص الإبدرمس عامل إزاي تخن وبعدين الإبدرمس نازل منه حتة وطلعه وبعدين فيه حتة كده ده دي الحتة اللي هي كانت هنا هما دول أنا عملت عليهم هاي باور شايف شكل الدرمس عامل إزاي دي مكزايد سترومة دي مكزايد سترومة بس مع تحس إن هي زي ايه مش كليفت ولا حاجة دي مكزايد سترومة وهنا واضح اللي موجودة قدامي دي وبعدين تقريبا فيه سلايد أخير أهو تمام وبس فماذا تفعل يا صديقي أو ماذا تقول البرد عامل شغل في الواحد لازم يشرب جرعات مكثفة من الينسون والمشروبات الجميلة دي دي حالة بي سي 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 تمام طبعا فيه ناس جاوبت على البي سي سي زي ايه كلهم ما شاء الله يعني فيه الدكتور علاء يقول ايه ميوسين دي بوزاشن سوزان دي سكويد اللي ايه اه فيه دكتور زهير قالك بي ج بي سي سي كلام حلو قوي فشطار والله طيب لما نيجي كده نرجع نقول ليه بي سي سي طبعا السلايد ده مش مش كوالة حلوة بس انا كل اللي شايفوا هنا ديرمس موجود فيه سيلز والسيلز بوس تحس ان هي ماسز يعني انا بشاور هنا بالنساء دي ماسز من السيلز ودي ماس اهي ودي ماس واضح ان الماسز دي عاملة زي ايه عاملة كونفيجوريشن كده زي الصور الخشبي اللي هما بيسموه اللي ايه يعني فيه ناس يقولك البزيلايد كونفيجوريشن او ماسز اوف بيزل سيلز اهو يعني شوف دي هنا ودي هنا وهنا بص الايب ديرمس الكلو ده جميل قوي انت تلاقي الايب ديرمس نفسه نازل يعني البيزل سيلز نازلة والماسز دي اتتاتشد للايب ديرمس بس مش لازم في كل القطعة تيجي بالشكل ده يعني ممكن القطعة لو انت هنا خطد سيريال ساكشنز هتلاقي المنظر ده هتلاقي المنظر ده هنا واخد بالك يعني زي ده بالضبط هنا بس ان سيريال ساكشنز فبالتالي دي ماس تحس ان هي درود من البيزل بورت من البيدرمس وبدأ تبص بقى بالهاي باور بيزيلايد كوليكشنز كل دي بيزيلايد سيلز ولما تيجي تشوف واضح انها اتيبيكال سيلز واضح جدا ييجي واحد مش فاهم باثولوجي او يعني مالوش او يقول لي يعني انت عرفت انين انها اتيبيكال سيلز اول حاجة فيه لصف بولاريتي هنا مفيش خالية تقريبا شرح اختها في الحجم قصدي نرجع هنا هنا في الاحجام يعني بص دي كبيرة ازاي وبعدين دي شوية كبيرة بعدين اللي جنبها دي صغيرة بعدين دي كبيرة قوي بعدين دي كبيرة نص نص بعدين بتحاول تاخد نفس الشكل بتحاول وديفرانشيات انتو كيراتينو سايدز بس الديفرانشيشنز مش ايه يعني مش دي الكيراتينو سايدز ففيه حاجة دي بنسميه لوس اف بولاريتي فانا عندي لوس اف بولاريتي وعندي ماسز من سيلز لوكس لايك كيراتينس سيلز او كيراتين سيلز او بيزل سيلز وبتحاول تجمع نفسها في ماسز وبعدين تلاقي الكليفتنج ده بقى ده بنسميه الارتيفاكت كليفتنج او الريتراكشن كليفتنج وده حاجة مميزة جدا في البي سي سي تلاقي المس دي وحواليها هيلو واختلف العلماء فيه ناس قالك ان ده ارتيفاكت وفيه ناس قالك لا اتس نوت ارتيفاكت وده ترو ريتراكشن من السترومة بعيد عن البيزل سيلز يعني فيها دراسات وابحاث النقطة دي لكن مهمة او حتة الايه الريتراكشن ده الابيض اللي حوالين الماسس ده فدي طبعا هالة بي سي سي وطبعا يعني مش بنوباش شعاداء بالتشخيص اكيد لكن لو شخصتها بادري وحجمها صغير وقدرت تعمل اعتقد ده يبقى شيء رائع وعظيم يعني طيب نيجي لكيس نمبر بي برد سوليتري يلوش براون بليك على الفورهيد بتاع 50 year old man دي كل الدياتة الكلينيكل نقفل بقى البتاعة ده الساعة دي عملت عملي دوشي نقفل طيب وبعدين جتلك بقى في ال pathology مين اللي بقول نيكروبيوزيز سانزو جرانيولوما ده هو احنا لسه الحقيق ده نقول حاجة لأ انتو نيكروبيوزيز سانزو جرانيولوما ده بتاعت مين يعني ايه تشخصت على الكمتين دول ده ايه ال pathology بتاع اللي انا قلت عليه او pathology اروع من كده ما تلاقيش كما قال الكتاب كما قال الكتاب انا مش هتكلم مش هتكلم الناس يعني انا عايز والله افتح كده الواحد يرفع لي raise his hand ويوصف لي انا مش هتكلم بقى لو في حد شاطر يرفع ايدي اه في حاجة اسمها raise your hand كده option ويبقى عنده المقدرة انه يتكلم وانا هتديله المايكروفون يوصف هو شافعي لان في ناس جاوبت ما شاء الله في ناس جاوبت صح يعني امل امل سمير يا امل هتديلك المايكروفون يا امل انا انا هلغي option تقدر تتكلمي يا امل يا امل اين امل يا ولاد كده انا ديت اي حد يقدر يفتح المايكروفون حدش عايز يقول حد يقولينا قورة ليه السلام عليكم عليكم السلام دكتورة عيشة لا عايشة دي بنتي عايشة دي بنتي عايشة عند سارة يس ربنا يخلي اوملك شكرا طيب وللنا يا دكتور انا شايفة فيه هيبر كيراتوزيس وفيه اكنسوزيس اه فيه هيبر كيراتوزيس هنا وكمباكت يعني ماشي او مش هيبر ممكن يبقى نورمال بس الحقيقة اللي عينك تشوفها ايه كل ده اكنسوزيس اكنسوزيس محترم صح كده كمام كمام كويس وإيه تاني وفيه هو الكيراتين سيست هو الكيراتين سيست شطرة يعني كل دي كيراتين سيست طب اقدر اسميها ميليا ميليا اه يعني اقدر بالباثولوجي كده ولك ده ميليا بس يبقى فيها كل اكنسوزيس ده مش قصدي من حالة ميليا هل اقدر اوصف الترمينولوجي ان ده كده اسمه ميليا اه ما هو عبارة عن كرة ايوة صح صح انا بس يعني بقى يعني بربط المعلومات مزبوط يبقى ده كده ممكن حد يقولي دي ميليا في ميليا هنا وهنا وهنا او كده تنسس ماشي الكلام وإيه كمان اه بس هو ده لانا شايف دول اكتر حاجة طب حضرتك شايف ده اسمه ايه ده اهو انا جاي بالسهم عليه ده فيه انفاجينيشن كده في وسط هذه الكتلة اه وجوها كيراتين اللي هي اللي هي تبقى في الدرموسكوب بتبقى الكومودو ولا مش هي ايوة صح برافو عليك اللي هو لما بص بالدرموسكوب في السيبوريك كيراتوزيز بلاي حاجة ايه كوميدو لايك ستركش فقدينا بنشوفه بالباثولوجي اهو اللي احنا بنسميه كيوتينيس هورن بالباثولوجي يعني فيه هورن كده او انفاجينيشن ومالين كيراتين صح كده تمام تمام يبقى فيه انفاجينيشن وفيه كيراتين وفيه سيست او ميليا وفيه اكنثوزيز وفيه حاجة انتنسيت تقوليها وبينها هو ايه اللون البوني ده اه احنا بشاور عليه في درجة اللون بوني صح كده يبقى فيه ميليا في الابدرمس كمان وده اللي بيخلي لون السيبوريك كيراتوزيز شوية ممكن يدي على يلوش براون براون او يبقى ده كل الباثولوجي اللي بيريفليكت على الدرموسكوبي حتى في الدرموسكوبي بنلاقي كوميدو like structures موجودة وبنلاقي ايه بنلاقي ميليا بالدرموسكو بنلاقي ميليا نقط بيضة في السيبوريك كيراتوزيز مع طبعا الاكنثوزيز والدخول والطلوع فبنشوف الكريب ريفورم like structure وكل ده انعكاسات للباثولوجي على الرؤية العينية اللي احنا منشوفها بعينينا او بالمايكروسكوبي طب هل الدرموس في حاجة تذكر في حاجة نعلق عليها الدرموس او في حاجة نعلق عليها في حاجة تستاهل يعني فيه فيه تقدر تقول شايف الازرق ده كده الازرق ده لا 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 الازرق دي بالظبط inflammatory cells بس تعليق عليها يبقى scans inflammatory infiltrate يعني scan حاجة خفيفة ما هيش حاجة قوية مش intense طب لو زادت لو زادت قوي مش نقدر نقول ان دي irritated مش ده نوع من انواع بالضبط الباثولوجيكال سبتايبس لو زاد اول موضوع وطبعا ده لو انا هقول عليه نوع من انواع السيبريكي لاتوزيس هقول ايه اكانثوتك طيب اكانثوتك طيب بالضبط لانه مليانه طب وفي ايه ريتيكوليت طيب وفي ايريت طيب وفي الميلانو اكانثوما لو لقينا الميلانين ده زايد جدا جدا مزبوط فكل دي مراجعة سريعة وده هنا يمكن الهاي باور اهو يمكن واضح كل دي بنشوفها على هيئة ميليا ودي زي ما حضرتك قلت الكيراتين السيست او الميليا انا بشكرك يا دكتورة والله بس مقلتناش اسمك ايه نعرفنا عائشة وصارة مها السيد مها ولا مونة مها السيد مها السيد شكرا يا دكتورة مها شكرا جزيلا شكرا شكرا تمام انا اعافل بقى الاوبشنز اللي تخلي ناس تتكلم علشان هي عب بفتح وقته طيب بس كده طبعا دي اساس تا هو في هنا الول وكل ده الكيراتين like ماتيريال تديسي بريك كيراتوزيس والتوصيف مع الباثولوجي كان اكثر من رائع نيجي بقى للحالة الحالة رقم اه الحالة دي صعبة شوي الحالة دي صعبة شوي حالة رقم اربعة صعبة اللي هيجاوبها لهم النهدية لهم النهدية لان دي صعب وهو حالات ال-CPL ماينفعش ان انت تجيب كلها حالات صعبة تلازم تاخد الناس كده من تحت وتطلع بيهم لفوق يعني احنا عرضنا النهاردة زانسو جرانيرو ما دي انفلاماتوري دخلنا شوية في التيومرز دخلنا السيبوريك كيراتوزيس والبينين تيومر والبي سي سي شوف دي دي سوليتري تاند اريثيميتس سمول بليك على الرايط تيمبل في الحتة دي خلاص استوعبت الهيستري تخيلت الكلينيكل خش على البطالش حد يقولنا ده ايه اللي هيجاوب بصراحة لأ لو جايزة ويجي استلمها مني شخصيا او يعني كده مروة احمد اضرب ساركويدوزيس يا لهوي يعني هو والله يعني هي شافت الحاجات المدورة الحامرة دي كده من بعيد بالباور دي والله يعني انت مش وحش شافتها من بعيد قالتلك ساركويدوزيس يعني اه الناس قالتلك بي سي سي ما انا لسه عارض بي سي سي وانا يعني هجيب بي سي سي تاني ما اعتقدش يعني نشغل مخنا اكتينيك كيراتوزيس طيب مش لما نيجي نقرب كده قدينيقربتلك الحاي باور ده شوف المقاطع كده كلها وشوف دي وقول لي يا صديقي نجيب من الاول اهو ده الصورة كده توتالة عارفت توتالة تمام لو باور بعدين عملتلك هاي باور على جز توتالة الله يرحمه عبدالسلام ودي جبتلك على جز هاي باور المقطع ده يشخص على فكرة اربط ده اللي احنا لسه شرحينه وفايدة سيبئل انا انا ما بنفصلش عما سبق مين بان باهول دين ده او بهاق الدين بان بهاق الدين اه لأنا عايزو يتكلم ده مستر بان بهاق الدين بليز بليز يعني سبيك السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله دكتور بان بهاق الدين من العراق بان بهاق الدين الله اسمح له اوي شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا عايز تعليقك على الانباء يعني هنا عدا نشوف بايزيلويد برورفريشن كأنما بايزيلويد كامبونين توديش اشانت جوست كيراتينوسايد كأنما سكوامس كارسينوما فمكس بين بايزو سكوامس برافو 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 والله شطرة شكرا شكرا جزيلا شكرا دكتور بان فعلا انت جبت كل المطلوب وانا اشكرك علشان كده شكرا حبيت انك تتكلم اشكرك شكرا شكرا جزيلا دي حالة بايزي سكوامس بايزي سكوامس يعني الاتنين موجودين مع بعض طب بالباور العبيطة دي اللو باور دي بص كده شايف انت الكلكشن للسيلز دي وعمالة تحاول تعمل تدفرانشيات وتطلع كراتين يعني ماس وموجودة جواها كيراتينس ماتيريال وهنا لما تيجي تبص هنا كده كل دي ماسز من السيلز ماسز من السيلز لما نعمل بقى هاي باور تبدأ تشوف هنا شوف كل دي ابنورمال كيراتين وصايتس وبتحاول تعمل كيراتين انسايت وهنا شايف انت دي كل دي بيزيلايد سيلز كل الماس اللي انا بشاور عليها دي كل دي بيزيلايد سيلز وفي نفس الوقت تتحس ان فيه ماس من كيراتين وصايتس وعمل ديفرانشيشن بالنهاية ايه لكيراتين بتحاول تطلع الكيراتين ده باين هنا وده ده باين هنا اه يبا انا شايف حاجتين حاجة بتدي على سكويمس سيلز كارسينومة وحاجة بتدي على البيزل سيل كارسينومة الاتنين في نفس الفيلد في نفس الليجين فده سكويمس حاجة اسمه بيزي سكويمس فانا بشكرك يا دكتورة بان على اه والدكتورة مودة برضو قالت فيه سكويمس ايديس برافو عليكي وفيه الدكتور برضو فيه حد قال برضو سكويمس سيل برضو شاطر الدكتور زهير او الدكتورة زهير معرفش معرفش يا جماعة ميل ولا في ميل عشان ما حدش يزعل والدكتورة اسراء قالت سكويمس سيل والدكتورة ايات بتفكر اكتينيك كيراتوزيس الدكتورة سوها والدكتورة مروة الدكتورة ألاء يعني كل ده ناس شطار جدا اللي ألسر كودوزيس ما يزعلش باللو باور كده آه يعني سعدت يعني من حقك يعني ماشي فدي حالة سكويمس بقى سوري بيزي سكويمس دي الحالة كلينيكل بقى أنا هنا ليه جبت الكلينكل لسبابين هتلاقي ناس كتير بيجي لها تخيلات ان البيزي سكويمس ده تنين مجنح عارف انه تنين مجنح ايوا يا ناري سويد بيزي سكويمس ازاي ده هيبقى شاكله عامل ايه دكتورة ايمان زهير تمام انه تنين مجنح بقى وحاجة كبيرة انتوا تخيلوا الست دي جايت ليه المدام اللطيفة دي وشايفين حجم الاصابات اللي عندها عامل ازاي طبعا كلها ماسز وكلها وجاية تقول لي انا بقى ايه ايه اللي عندي ده فطبعا انت هنا مجبر ان كل ابنورمال كلينيكالي ابنورمال سبوت حط عليها الدرموسكوب يا باشا وتشتغل كل دول سيبروكرا تزيز الا دي الا دي شكلها مخيف شكلها عجيب لو انت راجل ملكش في الدرموسكوب المنظر ده مقلق ليه اول ما تشوف بلود فيزلز واضحة وانفيدنج يور فيلد خاف خاف شوي اوقف شوي مش بس كده ده كمان عارف اللي هي بيسموها الكيراتين ماسز كل دي الكيراتين ماسز كل دي اللي هو الباثولوجي اللي هي اللي هي العمالة تعمل الكيراتين ماسز وفي كيراتين هي بترفلكت بالدرموسكوب بالمنظر ده طيب وايه ده يقول لك دي البلاد سبوتس على الكيراتين ماسز تخيلوا ان الدرموسكوبك فيتشرز بدأ يبقى في لها بيبرز وبدأ تبقى دوكومنتد تخيل ولولا ان انا على علم بسيط يعني فاول ما شفت كده قلت ايه الكيراتين ماسز دي الكيراتين ماسز الموجودة وفي بلاد فيزل ابنورمال فيسكوليتشر وفي حاجة اسمها البلاد سبوت على الكيراتين ماس دي درموسكوبك فيتشر للبيزس كويمس فإيه اللي عملناه شلناها اكسجن شلناها وحللناها بسيفتي مارجن ودي اهي دي الجزء اللي هو الابنورمال هو ده مش دول كل دي سيبوريك كيراتوزيز ودي العيانة قبل وبعد الاكسجن اتعمل لها الزيت فلاب وتشالت بسيفتي مارجن وتحللت والباتولوجي والباتولوجي الألثرشي ايه فهم دي لا مافيش ألثرش اهي فين الألثرشي فيش ألثر أصلا أنا زي ما وصفتها كليني كالي مافيش ألثر there is no ألثر ألثر فين كل دي بليك وكل دي كيراتين ناسز وانترفين كده بالبلوت فيزلز والبلوت سبوت ذات مافيش أي ألثر خاص معايا ودي قابل ودي بعد الاكساش فده يبين لك بقى أهمية ايه تجانس المهارات تجانس المهارات لو جي حد قالك أصلا أنا ماليش في الدرموسكوب أنا ماليش في الدرموسكوب الدرموسكوب إيه اللي مالكش فيه ده ومالها تجيب الأب نورمل صايت ده ازاي كل المواضع دي نورمل كل المواضع دي سيبوريك كده تزيز أنا قعدت مع الست دي أفحصها حضرتك قعدت معها أكتر من 40 دقيقة نقطة نقطة حتة حت لحد ما اعترت في دي تمام وأنا اللي اعترت فيها في الحقيقة يعني هي مش الكنسيرن بتاع الستيجات تقول لي بصيلي كده خدني توتالة فدي قلت لأ دي تتشال وخدت الديسيجن في الباقي كله نو ما يتشالش مين اللي مكنني من ده هو الدرموسكوب وهو التول دي معمولة عشان كده معمولة ايه اللي يتشال وايه اللي ما يتشالش فالدرموسكوب ده مش طبيعي فلما شفته كده شلناها طب بقية الحاجات كانت كلها سيبوريك متنحة او ناس مش عجبها او ناس مش مبسوطة يعمل يعمل تحفة ايه عمل عدت نادي عليك ما لقيتكيش طيب ماشي حلو كلام نيجي على الحالة رقم خمسة مالتيبل اريثيميتس سرسنت باتشيز انزا ترانك انه ثيرتي فايف يير اول بليدي دي كل المعلومات الكلينكا خش على الباثولوجيا على طول ده الباثولوجيا باشا ركز كده ركز كده وخليك شاطر ولقط وما يعني ايه عارف في ناس بترسم بورتريف دماغها ان هو ده لازم يبقى كده شوف انت شايف ايه واوصف ما ترى مش لازم تقول تشخيص يعني من حقك تقول انا شايف كذا ان انت هنج ان انت هنج يا امل طيب ما حدش قال حاجة ما فيش اي تعليق ايوة دكتورة ايمان زهير قالت لك فيه انفلاماتورين يعني هو لينفوسيتك ولا هل هو مثلا ازينوفيلك ولا هل هو لينفوسيتك تمام ليه خلايا صغيرة سمول سيلز ويبلو يبقى فيه لينفوسايتس حل اللينفوسايتس دي فوق فوق بس ولا تحت بس توزيعها في الفيلد فين فيه ناس قالت لك لايكينويد بزمتك ده لايكينويد فين البند لايك لا ده ادي بلات فيزل هنا هو ادي بلات فيزل انا هرسم لك حدوده ودي بلات فيزل كمان اهو ودي بلات فيزل اصغر وحواليهم يبقى التوصيف انه بيريفاسكولر هنا هو وهنا هو وهنا هو وده في الدرما البابلي موجود برضو وموجود هنا وموجود تحت يبقى سوبرفيشيال انديب بيريفاسكولر لينفوسيتك انفلتر ده الداتا اللي تقدر تجيبها من الفيل ده طب لما قرب لك بقى شوية على فكرة علشان ايه ساعد بنرسم صورة الناس اللي ما عندهاش فن التعبيري او التخيلي اللي هو الفن التكعيبي يقولك هنا فوق وهنا تحت عشان تتخيل فحضرتك ده ابدرمس اللي انا بشاور عليه بالسهل وده الدرمو ابدرمال جنكشن انا همشي معاك كده بالايه بالسهل تقريبا خلاص يعني ده كده المفروض فوقه ابدرمس واللي تحت الجزء ده كده الدرمس وده قطعة من الابدرمس بس معطوعة غلط تانجينشيال وده ايه برضو ابدرمس لكن كل ده درمس المفروض فبالعربي ده درمو ابدرمال جنكشن ففيه ناس بدأت ايه تتكلم وقالك لأ ده ام اف ليه قال ام اف هقولك انا هو شاف الخلايا دي جنب بعضها واشباح الخلايا دي كده فقالك ده بوتريير مايكرو ابسيس هو تصور ده لكن لا ده مش بوتريير انا كل اللي انا شايفه هنا ديستراكتد كراتينوسايتس وسوبر امبوز ديينفوسايتس ديينفوسايتس نطة في مكان مش في مكانها موجودة وفي ديستراكتد وبالونينج ديجينريشن في خلايا كتير قوي في الجزء ده فشايف بالونينج ديجينريشن في البيزل وليمفوسايت موجودة خلاص وشايف شوية الفيلد مد على ازرق مد على ازرق ده يعني بالH&E ممكن تشك بس مش اكيد انه في خلاص تحنا قدام المناظر دي قدام واربط يا باشا باللي انا اعيلك عليه بالكلينيكا اعيلك سارسنت موجودة في الترانك في ليدي وخمسة وتلاتين سنة يعني هفكر في ايه يا سورايسيز يا سيبوريك درماتايتس يا هفكر في الساب أكيوت اللي اي لما اقولك بطولوجي بقى سوبرفيشل ودي بري فاسكولر لينفوسيتك انفيلترات وااجب لك ان في فاكولر دي جينريشن في البزل سيلاير يبقى احنا قدام حالة ايه قدام حالة سهلة ولا صعبة ريخنا طيب الحالة رقم 6 علشان بس انا عمل بص في الساعة ومنتقلش عن الناس موجودة في الليجز في ليدي 42 years old وبقالها فيو يعني مش فيو نقدر نقول ايه بقالها يا سيدي نقدر نقول 24 months 2 years ماشي عشان تبقى المعلومة كاملة وبروريتك موجودة في الليجز ل 6 42 سنة خلاص ده الكلينيكا خش معايا على الايه على البطولوجي خدت لها البطولوجي خدت لها بنشاية كده طلع هذا المنظر العجيب فمين بقى يقدر يقول لي يعني احنا شايفين ايه او يبدأ يفكر في ايه يعني الناس برضو المبتلئة في البطولوجي ده فوق يا جماعة ده الايب ديرمس كل اللي انا بشعر عليه ده كده كل ده كده ايب ديرمس ومن هنا كده ده ديرمس خلاص يعني ده كده ديرمس حضرتك كل ده كده وده ايب ديرمس اهو كل ده في واحد قال لي ايه ده في اكينثوزيس ايوة فعلا في اكينثوزيس وفي هايبر كيراتوزيس كمان عشان اجيب لك من الاخر بس في حاجة كده واضحة هتنط من الفيلد لازم تشوفها متلقى شوف كده ونشوفش ده في مشكلة يعني المنظر الفراغ العملاق ده ايه ده نسميه ايه ده دكتورة بان بتقولك فيه سبلت احنا نسميه سبلت او نسميه كلفت موقع الكلفت ده ايه هل هو ايب ديرمال كلفت ولا ديرمل او سب ايب ديرمال كلفت ده مهم يوبا هنا الناس هتبدأ ايه تتكلم هم سب ايب ديرمل تمام يا دكتورة باني انا هتديلك المجال شكلك شطرة وهفتح البتاع وحاولي تتكلمي وليلي كده انت شايفها ايه اوصف ما ترى يا دكتورة باني يلا تقدر تعملي اميوت وتتكلم او نشوف سب ايب ديرمل لانه ماكو بيزيلويد سال يعني ماكو بيزيلويد ماذا ايشوف اني يعني ده سب ايب ديرمل كلفت ماش كويس وشافعي كمان الكونتنت مالتا الكونتنت نشوفها لازم الكونتنت تمام ايه الكونتنت الموجود يعني ماكو نيوتر فلو نيوتر فلو بسيوسين دي مش ده 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 فايبرن فايبرن ده 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 مش سلز طيب احنا بنشوف الكونتنت وبنشوف اروند كمان انت شايف ايه انفلاماتوري سلز ايه اكو اكو كأنما نيوكلير داست اكو ده ايه الترجمة اكو يعني مافيش ولا فيه نعم نعم فيه فيه لا هو طيب نيوكلير داست طيب هو تعليقي على الانباء هنا في الانفلاماتوري سلز هو هنا وفيه موجود واضح جدا وفيه اكنثوزز في الابدرمس وفيه موجود وبالتالي يبنى عندي سايلاند بولة سايلاند بولة يعني مش انفلاماتوري بولة خالص وموجودة على الليجز في ليدي 40 years old وحيلي بروراتيك وبقى لا سنتين يبنى كده في اتجاهي لتشخيص ابدرمولايزيس بولوزا بروروجينوزا دايمانت سايلاند بولي سايلاند بولي لازم تفكر في الميكانو بولس شوية الانفلاماتوري بولي لما لايه بولي وحواليها انفلاماتوري سيلز وجواها انفلاماتوري سيلز هفكر في الاوتو اميون بولس ديس اردرز صحيح في حاجة اسمها البور سيل تايبس مثلا في البولس من في جويد لكن خصوصية الكلينيكا هنا ناناقلك في الليجز بس وفي ست وتهرش فدي طب ابدرمولايز بولوز بلورجينوز طب هل انا بال H&E هبقى قادر على التشخيص النهائي لا ال H&E ده suggestive انا علشان اكون خاسم في الامر لازم اعمل ايه electron microscopy هعمل ال electron microscopy هيقول ان الكليفتنج ده موجود تحت ابدرمز خالص وتحت الصب لامنا دانسة يبقى انا كده على الاغلب ان انا بشخص حالة ابدرمولايز بولوز برورجينوز الحالة دي لما انا عرضتها بقى كلينيكالي انا ما جبت الصورة الكلينيكال هنا كانت مبهرة جد فعلا ابدرمولايز بولوز برورجينوز لو تشوفها مرة ما تنسهاش بتيجي دايما في الليجز بس تلاقي بقية الجسم مفري ما فيش اي مشكلة في البايشنت بيبقى فيه family history عادة الموجود الحالة دي تعتبر انا لما عرضتها بقى كلينيكالي عرضتها لان هي late onset ابدرمولايز بولوز برورجينوز ان هي 42 سنة وبدأت تطور الاعراض الامراض من سنتين او ثلاثة بس مش من الادلت هود او الارلي ادلت هود فده كان سبب عرضها طب في الپاثولوجي انا استفدت ايه استفدت انك تتعلم ان الكليفتينج الساب ابدرمال يخليك تفكر انك تبص على الكونتينت والاراوند وتبص كمان على الميكانيزم اوف بولا فورميشن يعني دايما تيجي على الطرف كده وتشوف البولا فورميشن هنا تكونت لساعات بيبقى في انتنس انفيلماتوري ري اكشنز موجود هنا وبالتالي بيبدأ يحصل البولا زي البولاس مثلا وزي حالات البولاس والحاجات دي ده مش موجود هنا ده مش موجود فده يخليك تفكر ان احنا اه ممكن نفكر في اتجاه الميكانو بولاس ديس اردرز او الجينيتكس او الجينو درماتوزيز والابدرماليزيز بولوزا برورجينوزا رغم ان اله مش هيبقى وان انت محتاج تعمل وممكن تعمل كمان جينيتك الساي وتبدأ بقى تشوف الايه الجين تعمل الهول اجزوم سيكونس وحاجات زي كده ها حد عنده اي تعليق على الحالة دي حد عنده اي سؤال اه انا الهدف من الويبنار النهاردة اعظم دور الباثولوجي فمش هجيب صورة الدرموسكوبي في كل الحالات حالة دينا عرض طقب لكده كلينيكل ودرموسكوبي وباثولوجي ممكن تشوفوه على اليوتيوب على فكرة من ضمن الحالات اعتقد اللي تم عرضها قبل كده بس الهدف اللي هو ايه تقوية شغلك في عينك شوية في الباثولوجي نيجي للحالة الحالة رقم كم احنا عدام حالة كم سبعة ودي حالة سهلة يعني مش صعبة بروريتيك بابيولز واحد يبقى محظوظ بتكنيشن يزبط للشغل شوي تيبيكل الحالة دي تيبيكل يعني لو حد غلط فيها بصراحة يبقى انا يبقى حرم علي ربنا هيعاقبو او هيعاقبو الحالة دي فعلا انتو كلكم جاوبتوها لايكن بلانس very very تيبيكل سلايد للايكن بلانس تعال اخدها من فوق لتحت كومباكت هيبر كيراتوزيس الفي شاب هيبر جرانيلوزيس اللي موجود هنا وموجود هنا واضح جدا تيجي تنزل بقى على الدرمو اب درمال جونكشن بتوصيف الكتب يقولك بلورد بلورد you cannot identify where is the zone between اب درمس and درمس ممتاش عارف يعني في الحتة دي اقدر اعمل خط فاصل كده اقولك اه ده الاب درمس فوق اه تابع السح وده الدرمس تحق لكن هنا you will be lost where is the epidermis where is the dermis it is lost because of intensity of the lykinoid band of inflammatory cells عملت بلورنج بلورنج ما انتش شايف الدرمو اب درمال جونكشن وفيه strong very strong inflammatory reaction نتج عنه سيفات بودز اهو كل دي it's called سيفات بودز دي كل الاحمر ده isynophilic structureless mass ممكن تلاقيها قليلت البيت high in epidermis او تلاقيها في المنطقة دي في الدرمو اب درمال جونكشن وحيانا تلاقي تحت في الدرمس هنا وكل دي inflammatory cells فإنه is a typical case of lycan planus which resemble lykinoid pattern of interface dermatitis لما تيجي هنا طبعا الV shape ضعي برغرانيلوز واضح جدا like in planus الحالة الاخيرة our last case i think for tonight is case number 8 solitary reddish brown plaque على الright cheek you know in 32 year old woman خلاص دا الclinical دا الهيستر خش على الباثولوج في الحياة انتم محظوظين في بعض الحالات النهاردة آه في بعض الباثولوجيكال سلايدز مش حلوة مش typical بس الشاطر بدأ يقراها وفي حالات typical زي الحالة اللي فاتت والحالة دي حالة دي is a typical slide what what could you see what can you see in in the slide حد يوصف بس هو شايف اي مش لازم تشخيص لا يا له انت علشان شوف تدي مثلا حتة دي ميلانين thick basement membrane دكتورة سعاد شطرة thick basement membrane ده مرسوم رسمة يا خرابي فعلا we have a thick basement membrane we have a a superficial perivascular and deep perivascular inflammatory infiltrate صحيح هو فوق سكانت شوية بس موجود مش extensive لكن تحت هنا هو موجود وبراء دينيكسل على فكرة يعني برياء دينيكسل اللي هو ممكن تلاقي crying sweet glands كده زي دي كده حواليها inflammatory infiltrate يبقى موجود بريفاسكولر زي هنا كده وموجود برياء دينيكسل زي هنا كده وموجود thickened basement membrane يبقى انت بتفكر في حاجة دي high power اللي basement membrane which is thick فبالتالي احنا قدام حالة فعلا ودي طبعا lymphocytes واضحة اهي اهي وده البلود فيزل حواليها فاحنا قدام حالة discoid اللي فعلا او لوبس احنا عادة في ال pathology لما بنوصل بنقول ده pathological يعني correlative with lupus يطلع بقى discoid اللي ولا يطلع صاب acute ولا يطلع ايد according دي هنا كده اي حالة وبص كمان جبتلكم حتة high power حطيتها كده اللي هي الميلانين incontinence عشان في ناس قالوا احنا شايفين ميلانين اه اللي هو ده ده الدورمس الميلانوفيجيس والملانين incontinence موجودة في الدورمس فدي حالة اه discoid اللي اي او لوبس pathological changes للوبس للوبس ايه ده ده في حالة رقم 9 وانا والله انا شخصية مزيد انا قلت 8 حالات بس حصلوك كويس طيب ده multiple discreet white papules على shoulders in a young 16 year old man تمام اه اه ده 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 توصيف الكلينيكي وده الhistory طيب نيجي نبص كده اه ايه ده برضو تاخد البابيولاية كلها والتكنيشن يزبط فانت عندك هنا شاف الانكلينيك الانكلينيك في الريتي ريتجز من هنا والانكلينيك في الريتي ريتجز من هنا عامل زي كده بيسموه بيسموه البيول انهاتش او بيسموه البيول اندكلاو اللي هو رجلين الغراب تمام او المخلق بول اندكلاو او 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 البيول او البيول انهاتش او كل ده مسميات انت في انكلينيك اللي الابدرميس عامل كده وتلاقي ماس من الانفلاماتري سيلز موجودة واحيانا بتب واخد شكل الجرانيولو ما في بعض الحالات لكن هي موسلي مونو سيتك او لمفو لمفو هستيو سيتك انفلاماتري انفلتريت فالكونفجوريشن بالمنظر ده ده على طول يعني وبتلاقي الابدرميس او الابدرميس بيضعي بركيراتوز شوية وممكن يحصل في في الجزء ده نتيجة من طبعا الدرموسكوبي برضو في الحالة دي ودي كده الحالة اللي هي مش عارف في حالات تانية ولا انا كده خلاص لا كده خلاص كده طيب المغزح من عرض الحالات بالشكل ده انا لما كنت في كفر الشيخ الاسبوع اللي فات اعرضت حاجة شبه كده بس كالدرموسكوبي وبينت اهمية الدرموسكوبي بقى في التشخيص وفي المناجزة وجبت لهم حالات انه الدرموسكوبي هنا ساعدنا في التشخيص وانه دي الصورة قبل وده الصورة بعد بعد المناجزة يعني اشكرك يا دكتور لا والله يا ربنا يخليه شكرا لكم على الكلمات الطيبة النهارده حبيت اعمل الفكرة دي بقى بالباثولوجي وما حبيتش كل الحالات دي على فكرة والدكيومنتد عندي كليني كالي ودرموسكوبي كالي وباثولوجي كالي وبيفور وافتر كل اللي انا عرضته ده بس انا انطقت منه اللي يحقق التارجت اللي انا عايز اطلع به النهارده التارجت ده انك ما تحبش حاجة في الجلد على حساب حاجة دي نصيحتي ليكم انت راجل لازم يبقى عندك بوتقة مهارات بوتقة مهارات انا عندي محاضرة في القصور ديرما اللي جاي ان شاء الله بعد اقل من عشرة ايام اسمها وين يور طول بوكس توكس لما يبقى ادواتك تتحدث انت راجل بوتقة مهارات انت راجل عندك وعندك معرفة وديرة معلومات في دماغك وعارف اللايكين وانواعه والنوبس وانواعه وعارف الكلام ده كله وكويس جدا وعندك مهارات مهارات دي تحط تحتها مية خط سكيلز سكيلز وده اللي بيفرق الطب عن اي علم تاني حضرتك نحن لا ننقل علم نحن ننقل علم ومهارات وفي الاخر بنفض بننقل اخلاق وبننقل بقى في الاخر حاجة اسمها المنتورشيب او الالهام يعني انا ممكن الهمك كده في مرحلة ما ما تسألش الالهام ده يعني ايه انا بالهمك ان انت طب افضل حتى افضل مني انا شخصيا او افضل من اي حد فنقل الادوات المعرفية في الطب هي كده نقل علم ونقل مهارات ولازم المهارات طب موجودة سعبتك وممارس لها ما تجيش تقول لي بقى اصلا راجل بتاع جلدية بشخص بس وعندي والمهارات بقى اللي هي يعني والبيوبسي والحقن الانتراليجينل وحقن وحقن الحاجات دي مش مهم انا راجل بشخص بس وعلى النقيد تلاقي واحد ايه بقى يقولك لا يا عم انا مش مهم بشخص وتبحر في علوم الجلد انا راجل بعمل نقل زراعة شعر كويس جدا انا راجل بعمل بوتوكس وفيلرز تمام انا راجل بعمل خيوط كويس وده شغلي صدقني انت على المقياس الاول فاشل وعلى المقياس الثاني يوسفني ان اقولك انك فاشل انت بوتاقة المهارات دي كلها مع بعض انت طبيب عالم ممارس بتحقن بتعمل بتفهم في الباثولوجي مش هقولك تبقى اكسبرت بس بتفهم تعرف تقول اه الصورة السهمة من هنا فوق وين تحت ودي تعرف تتكلم حضرتك الدرموسكوبي بتعرف تبص وتعرف تتكلم تعرف تحقن العيان وتعالجوا انت لازم بوتاقة المهارات دي تعلمها وتكتسبها اكتساب المهارات مش بس بالمحاضرات ولا بالحضور لازم لناس بتفهم وناس تقدر بتنقلك مهاراتها في العمل وتكتسب ده وتكتسب ده لان العيان عايز لتنين لكن حاجة واحدة مهارات بس بدون صدقني ده خطأ كبير احنا بنعمله في تخصصنا وفي نفسنا ودي دايما رسالتي ان انت طبيب ماهر افضل طبيب هو افضل حد وهي حن بوتوكس وهي حن فيلر وهيعمل وهيعمل ديان في العاصمة الادارية الجديدة احنا النهاردة اطلقنا منحة انا احطها لكم كمان على جروب التليجرام للحضور احط بس البيانات الصحيحة لازم تفيد تعملين ابلود لما يفيد انك طبيب جلبية هيبقى فيه ترانسبورتيشن نتوركينج عاملينها في مصر كلها القاهرة الاقاليم طبعا ده على قد مصر على قد الدول العربية والناس اللي بتسمعني معلش ان شاء الله بنعمل طيرات تجيبكم تحضروا مجانا لو نقدر لو الجامعية بتاعتنا بقت قوية يفايا هتعمل بها لنلقاكم على خير في الاسر ديرما القادم نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته